طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب فيكم في اول محاضرة في الشبكات العصبية في مساق الذكاء الاصطناعي. ففعاليا نحن نعطي مقدمة عن الشبكات العصبية لمساق CSCI 4304 مساق زي ما اطولناه من ذكاء الاصطناعي. طبعا وضعنا اليوم هو مقدمة في الشبكات العصبية. فعاليا انه الكتاب اللي احنا ماشينا عليه هو زي ما احنا ماشينا على الخطة. وفعاليا احنا وصلين هنا. وهو Artificial Neuron Network طبعا سوبر بايت هو عبارة عن الباب السابع من كتاب الـ Artificial Intelligence. هذا الكتاب يو في الحقيقة في هذا الكتاب احنا بدنا يعني انه بدنا نعطي مقدمة عن المفاهيم الاساسية في الذكاء الاصطناعي. فنبدأ من البداية. طبعا بدنا نحاول ان احنا نفهم الموضوع بشكل اساسي. كيف انه دماغ الانسان انه هو كيف بيشتغل. تمام. كذلك انه بنا نشوف كيف انه تم استيحاء الشبكات العصبية من دماغ الانسان. وبنا نحكي عن البرسبترون اللي هو ابسط واحدة. تمام في هذه المحاضرة. في المحاضرة اللي جاية هنكمل بقية المواضيع اللي هي هذه المواضيع ان شاء الله. طبعا هنبدأ من البداية هنا. فعليا انه كيف دماغ الانسان انه هو بيشتغل. فعليا الـ Machine Learning انه بتشمل على adaptive approach. بتمكن الكمبيوتر انه هو يتعلم من الـ Experience. وهي الشغلة انه يعني ممكن انه يتعلم Learn by Example او Learn by Analogy. عشان نفهم هذا المفهوم Learn by Analogy انه على سبيل المثال انه تعليم بالتناظر وهذا الشيء انه موجود عند يعني انه لما الانسان يتعرض لـ Object انه اول مرة يشوفه في حياته فبالتالي انه بروح يقربه لأطرب شيء انه هو بيعرفه حاليا. يعني على سبيل المثال انه الطفل الصغير لما انه هو يشاهد اللابتوب بشكل كبير تمام. لو شاهد جهاز جهاز التوست لتحميص الخبز عندك في البيت ممكن انه هو يحكي عنه هذا انه هو عبارة عن لابتوب او العكس صحيح ممكن انه هو متعود انه يشوف التوست بشكل متكرر و اول مرة يشوف اللابتوب في حياته فممكن يحكي عليه انه هو كذلك جهاز توست عدد تعليم بالتناظر. كذلك انه لو شفنا مثال اخر برضه انه له علاقة بالموضوع اللي هو انه انه انا بدي انه اتعرف على الكاتس. الكاتس طبعا الوانها مختلفة واشكالها يعني انه الى حد ما انه في بعض الاختلاف. ولكن انه من كتر الاكزامبلز اللي انا بشوفها بقدر انه اتعرف على اي قطة جديدة انه انا شفتها حتى لو انا انا اتعرف عليها انه هي كات. كذلك الحال بالنسبة للدوك انه يعني انه بيصير انه من كتر الاكزامبلز انا موجودة عن الكاتس والدوكس انه انا اقدر انه انا اميز بناتها. فهذا الموضوع انه هاي مفهوم انه learn by example او learn by analogy. فبالتالي عملية التعليم انه هذه القدرة اللي موجودة عند البشر كذلك انه احنا بنا نخليها موجودة عند الحاسوب عشان انه احنا نحسن الاداء بمرور الوقت. تمام? واكتر اسلوب شائع عشان نمكن او نعطي الامكانية هذه للماشينز هي الارتفيشال انتلجانس والنيورال نتورك اللي احنا حنتعرض لها كذلك فيما بعد. تمام؟ طيب النيورال نتورك هي عبارة عن model of reasoning based on human brain. هي عبارة عن نموذج للreasoning لاستنتاج او التفكير او التحليل. طبعا هذا مستند على دماغ الانسان. الbrain هو عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية المتصلة مع بعض. densely interconnected set of nerve cells. تمام؟ او احنا ممكن نسمي الخلايا العصبية اللي هي basic information processing units بنسميها نيرونز الخلايا العصبية. طبعا في دماغ الانسان في انا بيتواجد انا عندي عشرة بليون نيرونز وستين تريليون connection. او بنسميهم synapses. وباستخدام هذه النيورونز بشكل متزامن. الbrain ممكن يسوي الفنكشن او الوظيفة المطلوبة منه بشكل اسرع واسرع بحيط انه بصير معالجة المعلومات هذه بشكل بارالل. طبعا الفكرة في الموضوع هنا ليش ليش الbrain؟ عشان كده انه احنا بدنا نرجع هنا نعرف الفرق بين عدد مصطلحات اللي هي البديع والبارئ والخالق. طبعا الانسان اول ما فكر انه بده يعمل الانتليجنت ماشينز او يعني الات ذكية او حواسيب ذكية طبعا خطر في باله انه هو يحاكي شغلات موجودة يعني وهذا الاشي انه موجود في العديد من الاشياء يعني على سبيل المثال انه بده يطير او بده يصنع طيارة فبالتالي انه بده يطلع على حوالي من الطبيعة ويشوف انه ايش في عندي شغلة انه ممكن انه تساعدوا في تصميم هذا الشيء فبالتالي انه الطائر لما يشوف كيف شكل جناحي وشكل الديل انه هو ممكن يستوحي تصميم الطائرة من الطائر كذلك الحال بالنسبة للشبكات العصبية او عفوا للذكاء انه يعني الشغلة الاساسية المنوطة في ذكاء الانسان هو العقل او الدماغ فبالتالي انه احنا نحاول انه احنا نحاكي هاي الجزئية عشان انه احنا نمكن المشينز من انه يكون في عندها ذكاء وتحسن من الاداة تبعها فبالتالي في اللغة البديع هو المبدع وهو ينشئ صنعه من من غير مثال ولا اقتضاء سابق وهو هذا الخالق وحده سبحانه وتعالى انه في عنده سبحانه وتعالى انه انه خلق الاشياء بدون اي مثال سابق والبارئ هو الخالق هو اللي يبرأ الخلق تمام والخلق معناها انه التقدير التقدير انه فيه تقدير الاشياء انه بقدر انه هادي رح يكون الجناح مثل هاي فبالتالي انه ممكن انه الانسان انه هو يخلق او يصمم او شغلة معينات بالنظر الى مثال سابق طيب نرجع الان للشبكات العصبية وفهمنا انه ليش انه صار فينا عندي محاكاة او تركيز على الشبكات العصبية واستخدامها عشان انه احنا يعني نمكن المشينز انه يكون في عندها بكاء طبعا تركيب الخلية العصبية العادية انه هاي تركيبها انه انا فيها عندي هنا النهايات العصبية تمام وهذا انا عندي سينابسيز انا ممكن انا اعرض لكم اياها هنا بالمصطلحات اللغة العربية انه انا عندي هذا جسم الخلية تمام وهذا المحور الاكسيون تمام وهذه عبارة عن تفرعات من نهاية المحور وهذه عبارة عن تفرعات من الجسم الخلية وهذه التفرعات هي اللي بتشبك الخلايا التانية ما بعض زي ما هنشوف الان في الرسمة انه انا عندي نهايات العصبية هنا عند المحور انه هي شابكة في جسم خلية عصبية تانية وهكذا فبالتالي بتكون مع بعض بهاي الكيفية طبعا انه كيف بيصير انه يعني تنشيط للخلايا العصبية من خلال اشارات كهروكيميائية من خلال اشارات كهروكيميائية انه كل نهاية طرفية من الاعصاب هذه بيكون انه تنتقل فيها اشارة كهروكيميائية وكل واحدة بيكون في الها قوة او وزن معين بتأثر على القرارات او بتأثر على المخرجات تبعتها انه هي بتكون موثلة بخلية عصبية تانية تمام فبالتالي دماغ الانسان انه يعني مكون من هايلي كومبليكس نانليليا 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 او طرل ال انفرميشن بروسيسي سيستم وهذا الكلام مهم جدا لو احنا اطلعنا عليك كلموذج رياضي انه هو نانليليا ون ناحية انه معالجة المعلومات يعالج المعلومات بشكل برالله فبالتالي انا بقدر انه احكي واسمع في نفس الوقت وفي نفس الوقت انا بقدر انه يعني Volume mijnじدlichkeit مؤهل انه هو يفسر المعلومات اللي بتجي له من العين وفي نفس الوقت انه هو بيحكي في نفس الوقت لان احنا بدنا نحكي هنا او نركز على نقطة مهمة جدا هنا جدا 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 مهمة وهي موضوع الانفرميشن والبروزسنج الانفرميشن احنا انا عندي انه بتم تخزينها بتم تخزينها ومعالجتها في النيورون بشكل متزامن معنى ذلك انه النيورون نفسه عنده القدرة على تخزين المعلومات ومعالجتها معنى ذلك انه انا عندي الخلايا العصبية انه بتم معالجت عندها القدرة على تخزين المعلومات ومعالجتها بشكل جلوبل انه مش مكان معين انه مخزن لتخزين المعلومات ومكان آخر مخزن لمعالجة البيانات عشان هيك هذا بيقدينا انه انا احكي في مدخل آخر وهو انه النيورون نتوركس النيورون نتوركس انه احنا ممكن انه احنا نستغلها الشبكات العصبية انه احنا ممكن نشتغلها في الحاسوب انه احنا نستغلها في شغلتين انه بدنا نحاكي انه يعني قدرة الانسان على التذكر او الذاكرة تخزين المعلومات هذه الشغلة مهمة او الميموري وانا في عندي نوع معين من الشبكات انه في عنده القدرة على تخزين المعلومات طبعا تخزين المعلومات في سياق معين يعني في ذاكرة لحظية لانه بتفيدني في سياق معين بالاضافة لذلك انه خاصية التعلم تمام؟ هذه الشغلتين انه موجودة عند البشر وبنا نحاول انه احنا نعمل نعمل artificial neural networks انه اتحاكي هاي الشغلة في الحاسوب مدام انا حكيت في الحاسوب فبالتالي بالتأثير artificial neural networks او شبكات عصبية اصطناعية لما احكي neural networks او biological neural networks انه انا بكون بقصد فيها الشبكات البيولوجية او الخلايا العصبية اللي موجودة في دماء الانسان اوكي تمام؟ فبالتالي learning زي ما حكينا انه هي عربارة عن fundamental essential characteristics للbiological neural networks واحنا بنحاول انه احنا يعني نحكيها في نموذج للحاسوب عشان انه المكنه انه يكون في عنده الذكاء تمام؟ فبالتالي هي عبارة عن emulation للbiological neural networks artificial neural networks هو عبارة عن emulation للbiological neural network فبالتالي artificial neural network او الان هي عبارة عن مجموعة من symbol processors احنا ممكن نسميها neurons تمام؟ وهي عبارة عن شغلة مشابهة للbiological neurons اللي موجودة في الدماء طبعا للنيورون هادي انا في عندي نهايات عصبية هناك فبالتالي اين انا بكون في عندي الكوننكشنز والكوننكشنز هادي بكون في الهاوات او اللينكس هادي في الهاوات زي ما هو حيكون انا موضح انا عندي في الرسمة زي ما شفنا انه الخلية العصبية انا عندي مكونة من مجموعة من زي ما شفنا هنا انه انا في عندي نهايات عصبية والسيل بادي وهنا انه انا عندي المحور ونهايات عصبية فبالتالي انه بدي يكون انا عندي الخلية العصبية بدي امثلها بهذا الشكل تمام في انا عندي راح يكون انا عندي مجموعة من المدخلات تمام وهنا بدي يكون مخرج واحد فبالتالي هذا ممثل المحور تمام وهذا الجسم الخلية وهذه نهايات عصبية تمام تمام طبعا هذي بتمثل انا عندي كنهايات عصبية بتمثل انا عندي المدخلات تمام ونجسم الخلية بدي اسمي انا نيورون تمام والمحور هذا انه انا في عندي بدي اسمي الـ طبعا الانالوجي هذا موجود هنا انا عندي في جدول ايو هنا انا عندي السومة هو عبارة عن نيورون دنترايتس هي الانبوت والاكسيون هو الاوتبوت والسينابس هي عبارة عن الويت يعني انا عندي الكنيكشنس هاي انه بيكون في الهاء يعني بتاخد مدخلات معينة تمام دعنا نرمزها برمز رياضي انه بتتكون نوع بهذا الشكل ايكس تمام وهنا بدي يكون فيه دابليو ايكس واحد ودابليو واحد ايكس اتنين دابليو اتنين فبالتالي انه هذا عبارة عن انبوت واللينك هذا في الويت معين بهذا الشكل وهنا بدل ما انه يصير فيه انا عندي تفاعلات كيميائية في البيولوجيكال نيورون بده يصير انا في عندي هنا عمليات حسابية سميشن او ملتيبليكيشن بهذا الشكل فبالتالي هنا صار اميوليشن بشكل كنموذج رياضي للخلايا العصبية بهذا الشكل فبالتالي زي ما حكينا انه انا في عندي هنا انبوت تمام وهي النيورون انه هذي الانبوت زي هيك تمام وهذي انه الاوتبوت تبحى انه انا ممكن افرعه لنيورون ثانية فهذا بمثلا عندي الانبوت لير تمام وهذا الميدل لير وهذا الاوتبوت لير في هذا الشكل للتفصيل اكتر لو اخذنا نيورون واحد تمام وهنا في عندي هنا مجموعة من المدخلات تمام اكس واحد اكس اثنين اكس ان وكل لينك في الو ويت معين دابلو واحد دابلو اثنين دابلو ثلاثة وهنا انا عندي النيورون والاوتبوت هو الواي الاوتبوت هذا ممكن اخذ منه اكتر من نسخة هو هذا نفسه الواي هذا الواي هو نفسه الواي بهذا الشكل وزي ما حكينا انه هنا انه انا عندي هذا المدخل تمام وبرو يعني انه في الوايت معين وهذا المدخل الثاني في الوايت وهنا بصير انه عملت يعني انه بصير الجمع او لكل هاي المدخلات بالوايتس من خلال عملية رياضية هنا بدل ما انه سير في تفاعلات كيميائية زي ما هو موجود في بيولوجيكال نيوران نتوركس اوكي اوكي ناتج واحد واذا كان اقل من ثري شولد معينة بيكون الناتج ماينس واحد طبعا هذا الكلام احنا بنسميه انه بعمله اكتيفاشن فبالتالي ما خدش انا عندي الاوتبوت انه زي ما هو انه بدخله على حاجة اسمها اكتيفاشن فانكشن الاكتيفاشن فانكشن هنا انه انه يعني بتاخد الاوتبوت وبتجري عليه بتطبق عليه ذلك المعينة عشان تطلع انه ناتج معين طبعا هاي الاوتبوت انه عندي بتسميها اكتيفاشن او اصغر من قيمة معينة او اصغر من قيمة معينة طبعا انا في عندي اكتر من اكتيفاشن فانكشن يعني انه انا ممكن استخدمها لانه اعاد الاختيفاشن فانكشن هي عبارة عن اجتهادات رياضية لتمثيل التفاعل الكهروكيميائي اللي ممكن يصير في البيولوجي كالنوران سور انا عندي الستيب فانكشن 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 الاوتبوت تباحها يع صفر يع واحد طبعا هنا اذا كانت اكبر من قيمة معينة او اقل من قيمة معينة تمام والسين فانكشن الناتج تباحها اما زائد واحد او ناقص واحد والسيجمويد فانكشن انه الناتج تباحها بين الصفر والواحد ولكن انه لينير بناتهم طبعا هذه انه مجرد انه قيمتين لكن هنا انه ممكن ياخد اي قيمة بين الصفر والواحد طبعا الينير انه باخد قيمة يعني لينير بين يعني ممكن تكون موجبة او سالبة بهذا الشكل طيب او سنجل النييرون انه ممكن انه يتعلم يعني احنا السؤال السؤال هو كالتالي انه احنا اخدنا محاكاة لدماغ الانسان من ناحية خلايا عصبية ومن ناحية الاكتفيشن وشفنا كيف انه انا مثلناها بشكل رياضي لكن هل فعلا هذا النييرون انه ممكن يتعلم في الحقيقة انه انه في الف وتسعمية وثمانية وخمسين انه فيه يعني تم تقديم لأول خوارزمية ممكن انه تعمل ترين النيوران نتورك او النيوران نتورك وهي مكونة من سنجل النيورون وهذا سنجل النيورون انه ممكن يخلي النيوران نتورك هذا او البرسيبترون هذا انه هو يتعلم طبعا عملية التعلم في النيوران نتورك انه هي عبارة عن انه احنا نعمل الادجسمنت للويت تمام حيث انه احنا نصحح حسب ما احنا بدنا من خلال الادجسمنت للويت عشان تكون الامور واضحة انه هذا البرسيبترون مكون من النيورون واحد انه نعمل انه انا عندي هاي الانبود اكس واحد و اكس اتنين طبعا كل حدو محن المتروطة في الويت و واحد و اتنين طبعا هنا الانبود بطبك اكتيفاتيشن فانكشن و الاتبود WILL تحسب لي الاتبود انه على اساسه انه الهرد لمتر اذا كان اكبر من ثري شولد يطلع لي نصلا بلاس واحد اذا كان اقال من ثري شود بيطلع لي مينس واحد فهذا هو البرسيبترون ففعلياً البرسيبترون زي ما ذكرنا انه بدي يصير انا فيه عندي هنا بحيث انه تطلعلي زي ما انا بدي انه زائد واحد او ناقص واحد بهذا الشكل طيب عشان تكون الامور واضحة يعني adjustment للويتس احنا فيه عنا هنا في هذا الرابط انه هو عبار عن تمثيل البرسيبترون انه انا فيه عندي مجموعة من النقاط انا بدي اعملها classification و بالمناسبة اللينك موجود عنا هنا في tools في النيوران نتورك تمام فينا عندي البرسيبترون هذا هو الرابط يعني اللي نفترض انه انا في عندي مجموعة من النقاط النقاط هذي انه هايها ب يعني نقاط من two classes يعني زي ما احنا يعني شفنا انه انا في عندي two classes انه cats او ممكن يكون في عندي two points او ممكن يكون في عندي two points او ممكن يكون الاحمر والازرق و بدي انا احاول انه اخليه يتعلم انه هو يتعرف عليها ففعليا انا بدي احط مجموعة من النقاط اللي باللون الازرق هذي هيك تمام تمام و نقاط باللون الاحمر بهذا الشكل تمام و بدي ابدأ اعمال train طبعا عملية train انه فعليا هاذ هذا يعني انت لو احنا لو طلعنا على الموضوع هنا انه شو معنات انه المعادلة هذي المعادلة هذي اللي هي اللي نفترض انه انا في عندي هنا neuron في two input x1 و x2 وهنا في عندي two weights w1 w2 و بتطلع لي output y فبالتالي نقدر نقول انه y هي بتساوي x1 w1 زائد x2 w2 طبعا الموضوع مش بهالبساطة طبعا هذا الكلام انه احنا بنطبق عليه activation function سواء كانت step او sigmoid او اي شغلة من هذي الشغلات انه output تبع النيورون هذا تمام اللي هنا انه بنطبق عليه activation function وهذا انه احنا ممكن نعمله formulation بشكل رياضي نقول انه summation من i بتساوي مثلا واحد لغاية م x i w i بحالنا كان عندي اكتر من input ففعليا لو احنا احنا اتطلعنا على هاي اكتبها كمان مرة انه y بتساوي x1 y1 آسف x1 w1 y 1 x2 x2 x2s w2 حاليا هذا يعباره عن معازلة خط مستقيم إنه مكونة من two dimension إنه إحنا لو عملناها زي هيك بهذا الشكل تمام؟ فبالتالي إنه W1 و W2 إنه عملية التغيير هنا إنه فعلياً شو بتسوي إنه هي بتغير لي إنه مكان قطع الline هذا للأكسس اللي هو ال X1 لو اعتبرنا إنه هذا X1 وهنا X2 تمام؟ فبالتالي W2 معينة بتخلي إنه هما يقطعوها بالمنطقة هذي W2 ممكن إنه يقطع في بناتك مختلفة خالص إنه مثلاً زي هيك إنه هاي النقطة وهذه النقطة فبالتالي هذا الline أنا بدي أتخيله أو هذا الline إنه بدي أتخيله إنه هو عبارة عن الحد الفاصل بين two classes يعني لو كان أنا عندي المسألة إنه أنا عندي هنا بهذا الشكل تمام؟ لو هذول الline instances إنه أنا بدي أحكي إنه هذول C C1 C2 C3 C4 هذول إنه بيشبهوا بعض فبالتالي إنه موجودين في نفس المكان إنه بدي أعتبر إنه هذول عبارة عن مجموعة من الكاتس تمام؟ وهنا ممكن يكون في عندي D1 D2 D3 D4 بهذا الشكل وهذول إنه بمثله مجموعة t1c 10 ووظيفة الجهاز cart adjustment line إنه أنا أوجد ELLIINE الذي ممكن منخلاله أفصل بين الكاتس وال dog أقول أنه اللي وقع تحت line هذا عبارة عن cat والذي واقع و اللي واقع فوق ال line بذي اقول انه هو عبارة عن dog طبعا ال line لما يكون زي هيك بعتبروش انه هو بفصل لانه أنا عندي هكي فوق ال line لا انا في عندي نقاط انه هنا فيه cats و dog انه هو صنفهم فبالتالي هنا مش صحيح فبالتالي بذي يصير انه adjustment لل weight انه أنا احرك line بالاتجاه هذا زي هيك انه اغير ال weight بحيث انه يصير الميل تبعه بهذا الاتجاه عشان انه يعمل لي الحد الفاصل وهذا اللي احنا بنشوفه في السيميليشن فبدي اعمل هنا train فبدي ادالي انه ايو بعمل adjustment لل line adjustment لل lines لل weights لل weight لل weight بهذا الشكل لغاية لمن انه يجيب لي من الحد الفاصل اللي بيفصل بين نقاط الاثنين بهذا الشكل تمام فهي مفهوم انه بشكل مبسط انه شو معناه انه ممكن انه نعمل train لل perceptron بهذا الشكل تمام فهنا انه بنا نحاول انه نوجد حاجة اسمها لو كان انا في عندي مجموعة من ال inputs من x1 ال xn وانا في عندي two classes اللي هو a1 و a2 طبعا من خلال هذه المعادلة بدنا نوجد ال hyperplane ال hyperplane اللي ممكن انه هو يفصل بين two classes هذول اللي هما a1 و a2 و المعادلة تبعته في حال انه كانت انه two classes هذول separable معنى ذلك انه هما فعلا مجموعتين منفصلتين مش متداخلتين متداخلتين مش هيقدر انه هو يوجد حل لكن لو كانوا منفصلتين فعليا انه ممكن ان احنا نوجد line بيفصل بينعتهم فبالتالي ممكن ان احنا نعتبرها انه هي عبارة عن linearly separable function و المعادلة تبعتها اللي هو xi w i minus theta اللي هي threshold بتساوي zero طبعا هذه المعادلة بدنا نوجد ال w اللي بتحقق هاي المعادلة اللي بتجيب لي فعلا اللي بيفصل بينعتهم طبعا هذا اللي ال hyperplane اللي احنا بنسميه بيكون في حالة ال two input فعليا بيكون عبارة عن line هذا فعليا هو عبارة عن line فانا عندي هنا class a1 و class a2 فبالتالي فعليا انا بدي اوجد الحد الفاصل اللي بيفصل بين a1 و a2 وفي حال انا كان عندي ثلاثة input تمام فعليا انه انا بدي يكون في عندي هنا طبعا انه hyperplane مستوي بنسميه اعفان plane طبعا 2d مستوي طبعا هذا line 1d تمام طبعا هنا 2d انه المستوي الفاصل اللي بيفصل بين ال classes في حال انه كان عندي ثلاثة input بهذا الشكل طبعا في حال انه كان في عندي higher dimension يعني اكتر من ثلاثة input بنسميه hyperplane معنى ذلك انه ممكن انه احنا نلخص هذا الكلام هنا انه انا عندي في two input فبالتالي الحل انه هو بيكون عبارة عن line 1d طبعا الحل وفي كان انا عندي هنا تلاتة input بيكون الحل وهو عبارة عن plane مستوي 2d هذا عبارة عن خط مستقيم هذا عبارة عن مستوي طبعا في كان عندي كان عندي n input انو والن اكبر من 3 في هذه الحالة بيكون انا عندي حاجة اسمها hyperplane تمام وفي هذه الحالة انو بتكون انا عندي حاجة انا مش ممكن اتخيلها ولكن انو هي موجودة عبارة عن hyperplane فاصل بين 2 classes بهذا الشكل تمام فبالتالي انو هي عندي الحالات بهذا الشكل زي ما شفنا في الرسمة طيب ماشي عرفنا انو احنا بدنا نعمل adjustment للويت ولكن كيف ممكن انو احنا نعمل adjustment للويت يعني بحتاج يعني كيف يعني adjustment للويت انو بدنا نخليه يتعلم لكن كيف ممكن اخليه يتحلم او بمعنى اخر بين قوسين انو احنا اه يعمل adjustment للويت فهنا بيجي السؤال انو كيف ممكن اخلي البرسبترون انو يتعلم انو يعمل classification انو يتعرف انو يتعرف بدي ارجع لكم هنا learning by analogy انو بدي لما يشوف الرسمة هذي انو يقول انو هذي عبارة عن toaster ويقدر يميز بناتها ولما يشوف هاي يقول انو هاي عبارة عن لابتوب او انو لما يشوف الصورة هاي والصورة هاي انو يكون في عنده القدرة انو يميز بين 2 classes هذول انو هذي عبارة عن cat وهذي عبارة عن toaster تمام طبعا هاي الشغلة انو موجودة عند the human being عند البشر وهي الشغلة انو بديهية انو ببدأ انو يتعلم الاشياء لكن انو احنا بدنا نخلي هاي الشغلة في المشين ونخليها انو هي intelligent اوكي ففعليا انو ممكن انو احنا نعمل تعديلات يعني نخلي انو يتعلم زي ما ذكرنا انو يعمل small adjustment adjustments للweights تمام بحيث انو نعمل reduce the difference between the actual with desired output الoutput اللي هو ال why تبعي فبالتالي انو بدي يكون فيها نعيندي training data او examples انو يتعلم عليها وهذا المفهوم learn by examples learning by learn by examples انو هو يتعلم من the examples اللي هو بيشوفها او التعليم التناظري اللي احنا حكينا عنه ولكن انو السؤال بترح طيب ناشي الweights اللي انا بدي ابدأها كيف بدي ابدأها ممكن انو احنا نعملها initialize بشكل random ونعملها adjustment كل مرة بحيث انو احنا نقلل ال error ال adjustment زي ما احنا شفنا هنا هاي بدي اعمل retrain هاي هاي initialize انو بشكل random تمام وهنا هاي train train adjustment adjustment للweights 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 بهذا الشكل اوكي طيب كيف نحسب ال error عشان نحنا نعمل adjustment للweights كيف بدي اقول له عد المسارك طب بدي عد المساري بمقدار قديش لازم يكون في حساب اقول لاء الرر فهنا انو عند الإترايشن بي تمام؟ اا انو انا بكون فيا عندي حساب هنا للactual output اللي هو ال YB وفي نفس الوقت انا بيكون فيا عندي هنا desire output انو هو المفروض ان هو يطلع حل قد هذا الـ Output تبع الـ Neural Network وهذا الـ Output تبع الـ Desire المطلوب يعني عشان توضح الصورة أكتر نرجع لهاي أنه هاي Classification Task طبعاً هنا أنا بدي أعملها ترميز أنا بدي يكون فيه عندي هنا طبعاً هي فعلياً ما بدي نحل بـ Perceptron بـ Neural Network واحد تماماً فبالتالي أنا بدي يكون فيه عندي هنا Input في هذا الشكل X1 X2 وهنا W1 W2 وهنا بدي يكون أنا عندي الـ Output Y Y بدي أحكي أنه بيأخذ 2-Possible Value بدي أعتبر أنه 0 عبارة عن Cat 1 عبارة عن Dog تماماً؟ وطبعاً بدي أدي له هنا أنا عندي Train Data أو بالأحرى اللي هو بدي يتعلم عليها زي واحد بدي أدرسه مسائل معينة مسائل في الرياضيات فببدأ أدي له أنا أمثلة وأقول له أنا هاي بتنحل زي هيك وهاي بتنحل زي هيك وبعد هيك إنه بده يحل المسائل لوحده فلترين إكزامبل إنه أنا عندي هنا X1 وهنا X2 تمام؟ وهي الـ Y أوكي؟ طبعاً هذا الإكزامبل 0-1-2-3 إلى آخرين فبالتالي إنه أنا في عندي هنا ممكن يكون قيم معينة تمام؟ طبعاً هذه الـ Y بدي أسميها الـ YD إنه على سبيل المثال إنه والله إنه هاي المعاصفات لما تكون X1 و X2 بها الشكل إنه بيكون الـ output عبارة عن 0 cat يعني تمام؟ وهذا برضو cat هذا عبارة عن dog هذا رجعنا مرة تانية الإكزامل اللي وراه cat بهذا الشكل الآن لما أدخل على الـ Neural Network هذول القيم يفترض إنه يطلع لي 0 أما أخذ هذول القيم أخذت الإكزامبل رقم 0 تمام؟ وهو الـ Iteration B B تساوي 0 تمام؟ أخذته دخلته على الـ Neural Network تمام؟ طلع لي الـ Output 1 طلع لي شيء يا صفر؟ أقول له لا غلط تمام؟ فبالتالي الـ Error ببساطة الـ Error هو تساوي yd minus y y اللي هو الـ Output من الـ Neural Network والـ yd اللي هو الـ y desired الـ desired إنه هو 0 minus 1 فبالتالي أنا عندي الـ Error بطلع minus 1 بهذا الشكل بقول له آه فيه Error هاي مقدار تبعه فبالتالي بنا نعمل تعديل للـ Wait على هذا الأساس حسن؟ 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 ببساطة المعادلة هادي بسيطة للغاية إنه في كل مرة أنا بدخل الـ Example الجديد التطبيع ال Phoenix � redeem구 كبيرة اختيار من ادعام الوصف هذا يتيجنيOUR اقوم بقية الوصف يعني احضر زيدة ارتعية من البرسبترون وانا اعطم عن النقاط tension اذا م chị bold كيف أعمل أدجسمنت للويت تمام؟ طبعاً نرى المعادلة اللي من خلالها بدي أعمل أدجسمنت للويت اللي هو البرسبترون ليرنينج رول WP-1 الويت في الدورة اللي بعديها أولى مدام أنا في عندي إرار بدي أعدل الويت اللي حستخدمه في الأدجسامبل بي زائد واحد اللي هو اللي جاي إيش بيساوي؟ بيساوي الويت الحالي WP زائد ألفة هجيت حكيلك عنها اللي هو X بي قيمة X أنا عندي في الأدجسامبل B منس الإرار والإرار إحنا شفناها قبل شوية اللي هو YD ناقص ال-Y في المعادلة اللي في السلايد اللي سابقه هذه تمام؟ يقول YD ناقص Y وعشان إنه أنا أكتب لك إياها مع ال-Iteration إنه هاي ها زي كيك وعشان إنه ناقص بي طبعا هذا ال-Desired ناقص Y بي اللي هو الأوتوت تبع ال-Perceptor بهذا الشكل طيب 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 شو الألفة؟ الألفة هي عبارة عن learning rate و القيمة تبعته اللي هو عبارة عن positive constant list than unity معنى ذلك أنه ال-Range تبعه بين الصفر والواحد تمام؟ بهذا الشكل فشو هذا ببساطة إنه أنا ممكن أعتبر إنه هذا المقدار لما يكون إنه كبير معنى ذلك إنه ال-Update على ال-Wait يعني أنت ممكن أنه أنت تشوف المعادلة خليني أعيد أكتب لك إياها هنا بهذا الشكل هيا المعادلة W B زائد واحد ال-Wait للإكزامبل القادم بتساوي WB زائد ألفة ضرب XI ضرب ال-E ال-E اللي هو ال-Error تمام؟ يبقى هذا إنه الوزن الجديد هذا الوزن الحالي وهذا إنه مقدار تعديل أو التحديث أو من جسيم التعديل حسنا حسنا الآن مقدار التعديل هذا لنفترض إنه أنا عندي هنا الألفة هكينا إنه ال-Range تبحى بين من من الصفر والواحد لنفترض إنه هي مثلا عسبي مثال .1 فبالتالي هنا مقدار ال-Update راح يكون ضئيل جدا فبالتالي إنه راح يعمل تغيير طفيف يعني هذا ال-Wait الحالي وهذا الزيادة اللي عليه اللي راح تشير سواء كان الزيادة هذه موجبة أو سلبية لأنه بيعتمد على ال-X وعلى ال-Error ال-Error ممكن يكون بالموجب وممكن يكون بالسالب تمام؟ لما يكون أنا عندي مقدار ال-Update كبير ولما يكون على سبيل المثال حالة الثانية اللي هو 0.9 تمام؟ معنى ذلك أنه مقدار ال-Update أنا عندي بزيد بمعنى آخر أو بعبارة أخرى إنه كل ما زاد هذا الألفا تمام؟ بزيد أنا عندي مقدار ال-Update معنى ذلك أنه يتعلم بشكل أسرع إن صح التعبير وإذا كانت أنا عندي الألفا مقدارها صغير فبالتالي هو بتعلم بشكل أبطأ فعشان هيك هذه الألفا بنسميها Learning Grade فعلياً نحن بنحدد كم سرعت إنه هو بتعلم فيه طبعاً هذا موضوع إنه اختيارها إنه إحنا بدنا يتحلم بسرعة أو يتعلم ببطوء هذا موضوع ثاني هنرجع له فيما بعد بس إنه إحنا خلينا نفهم ال-Algorithm إنه إحنا كيف بدنا نعمل إنه هذا الإشي إنه يشتغل بشكل تكراري ويصير فعلاً update لل-Wait لغاية لما يجيب لي أحسن ويد بتجيب لي النتيجة طيب نأتي إلى ال-Perceptron algorithm ال-Perceptron algorithm أنا بدي ألخص لك إياه بهذا الشكل إنه مجموعة من الخطوات خطوة رقم واحد اللي هو إعطاء قيم ابتدائية عشوائية للأوزان أخط ورقم اثنين تنشيط طبق ال-Activation تمام؟ مدام طبقت ال-Activation بدي يكون أنا في عندي هنا مخرج output يوى ال-Y تمام؟ مدام أنا عندي طلعت ال-Y وعلى ذلك أنا بقدر أحسب ال-Error مدام أنا عندي ال-Y وال-Y-Desired موجودة يبقى الخطوة الثالثة تمام؟ هنا راح تكون في ال-Slide اللي بديها هنا wait training اللي هو تدريب الأوزان اللي هو حساب من خلال يعني منان على حساب الخطأ تمام؟ تدريب الأوزان اللي هو حساب الخطأ زائد تعديل الأوزان تمام؟ بأهذا الشكل تمام؟ والخطوة الرابعة تكرار تكرار معنا ذلك أن أنا بدي أروح على خطوة رقم واحد نذهب إلى خطوة رقم واحد ويعيد ويكرر ويعيد ويكرر لغاية لما أنه يصير في أنا عندي هنا convergence الـ Convergence أنه أنا ما يصيرش في عندي أي تغيير يذكر أنا عندي في الـ Training Network يعني ببساطة نأتي للخطوات هذه من يعني من جديد ونحن نحكي الخطوة الأولى اللي هو أعطى قيم ابتدائية للـ Waits الخطوة الثانية الـ Activation تمام؟ الـ Activation أنا بدي أطبق أنه هاي Step Function وهذا عبارة عن حساب للـ Output XI في WI ناقص الـ Three Should تمام؟ وهنا بطبق عليها الـ Activation Function فبالتالي أنا بطلع أنا عندي الـ Y وبقارنها بـ Y D هاي أنا عندي الـ Y وبقدر أقارنها بالـ Desired Output فبالتالي أنا عندي Learning Examples أنا عندي مجموعة من الـ Input X1 X2 X2 3 لغاية الآن بالإضافة للـ Desired Output تمام؟ بقدر أنه أنا أحسب من خلال هالـ Error معادلة حساب الـ Error لو طلعت عليها أنه هي عبارة عن أنه الـ Weight الجديد ما يفعله؟ Weight الحالي زائد الـ Delta الـ Delta وهو معدل التغيير أو مقدار الـ Update وهو مثل المعادلة هذه اللي أنا كتبت لك إياها هنا نفس المعادلة هذه تمام؟ يبدأ هذه المعادلة نرجع نكتبها هنا من أول مجديد أنه أنا عندي و W B زائد واحد تساوي W B زائد Delta W B طبعا نبقى Delta W B هي عبارة عن ما فرطناها أنه ممكن نقول X أعفا ألفا في X B في الأرور B والأرور B إحنا ممكن نفرطه أنه زي ما حكينا أنه Y B B Desired minus Y B الفعلي فبالتالي هو تركيب للمعادلات أنه بهذا الشكل فبالتالي هذا الشكل للمعادلة بسيط جداً أنه ممكن يرسخ في ذهنك ببساطة الويت الجديد بساوي الويت الحالي زائد مقدار التعديل ببساطة جديد طب مقدار التعديل إيش هو؟ عبارة عن ألفا في الانبوت في الأرور والأرور إيش هو؟ Y B ناقص Y Desired ناقص Y اللي طالعنا عندي فبالتالي الأمور بسيطة جداً 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 وما يعني يعني مبسطة على الآخر بهذا الشكل لأنه أنت ما تخاف أنه أنت في عندك معادلات والمعادلات هذه معقدة وصعبة فنرجع هنا من أول وجديد الخطوات إعطاء قيم عشوائية طبق الـ Activation طلعنا الـ Y مدان طلعنا الـ Y خلاص منقدر أن نحن نطبق المعادلة الويت الجديد بتساوي الويت الحالي زائد مقدار التعديل ومقدار التعديل شفنا فصلنا إيش المعادلة تبعته Delta W B بتساوي Alpha في الـ Input في الـ Error والـ Error شفنا أنه هو Y Desired minus Y Output وهذا الكلام أنا بدي أضلني أكرره أنه ألف على كل مثال وألف على كل مثال لغاية لما يصير هنا عندي convergence أنه أنه أنا عندي هنا ما يصيرش أنا عندي فيه تغيير للـ Waits بالمرة بدي أشبه لك يا هاكيف أنه أنا عندي على سبيل المثال 10 مسائل الرياضيات وأنا بدي أجي أدرسك عليهم ممكن أدرسك المسألة الأولى الثانية الثالثة ما استوعبتش برجع بعيد من أول وجديد المسألة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما استوعبتش ما استوعبتش لغاية لما يصير في عندك convergence أنه أنت استوعبت كل المسائل ساعتها أتوقف عن التدريس أو أتوقف عن العملية التعليمية وهذه الفكرة تبعت هذا الألغورثم تمام؟ طيب هذا كلام نريد أن نطبقه بشكل عملي في Logical and Operation Logical and Operation أنا في عندي هنا الـ Input To Input X1 و X2 و عدد المسائل أنا عندي حوالي أربعة المسائل بالضبط أربعة المسائل وهي عبارة عن كل الـ Combination طبعا هذا الكلام أنه مسألة Binary اللي هي Ant Operation الـ Binary أنا عندي لكل الـ Combination اللي هي 0 0 0 1 1 0 1 1 تمام؟ طبعا الـ Ant كيف تشتغل؟ إنه لما يكون أنا عندي 2 Inputs إنه وحاية ساعتها بيكون أنا عندي الـ Output 1 في هذا الشكل عدد ذلك بيكون كله 0 هذا كله الـ Desired طبعا الـ Initial Wait هذا عبارة عن ويت عشوائية يعني أنه المرة هذي شغل طلعا عندي 0.3 و-1 لو أنا مثلا طفيت البرنامج وشغلته ثاني ممكن يديني Initial Random Wait مختلفة طبعا بناء على الـ Random Wait هذول والـ Inputs هذول طلعا عندي الـ Output الـ Desired Output اللي هو عبارة عن 0 بهذا الشكل اللي هو هذا عبارة عن H بالناتج هذا Y في الإجزامبل الأول أي أعمال لك يا هنا أنا عندي هنا X1 طرب W1 زائد X2 W2 برضو عبارة عن 0 برضو عبارة عن 0 W1.3 طبعا هنا الضرب زائد X2 برضو عبارة عن 0 و W2 عبارة عن .1 بهذا الشكل فبالتالي 0 زائد 0 بتساوي 0 اللي هو هذا عبارة عن Y بتساوي بهذا الشكل فهنا أنا عندي Output Y 0 فبالتالي error 0 ليش؟ لأنه actual زي Desired يعني زبطت معي في أول إجزامبل وما فيش error تمام؟ فبالتالي هنا Final Waits هل بيصير في عندي تعديل على ال Wait؟ لا إش سبب في ذلك؟ إنه إحنا نرجع للمعادلة هنا تمام؟ المعادلة هنا إنه بتقول إنه الألفة اللي نفترض إنه هي Point 3 بال XI اللي نفترض إنه هي مثلا إنه قيمة معينة نضرب ال Error اللي هو صفر فبالتالي هذا term كله برور فبالتالي هنا ال Wait الجديد بيساوي ال Wait الحالي زائد صفر فبالتالي بيضله زي ما هو هنا تمام؟ فبالتالي أنا عندي هنا Final Waits Point 3 Point 1 اللي هما نفس ال Initial بالظبط ما تغيرش عليهم إشي تمام؟ فعشان هيك هدول بدنا نرجع نستخدم هم وين؟ ك Waits في ال Eteration الجديدة أو غفاً في ال Example اللي بعدي ال Example اللي بعدي تمام؟ بهذا الشكل ال Example اللي بعدي 0 1 تمام؟ ال Output المفروض يطلعوا صفر وهنا ال Actual أنا عندي برضو صفر برضو فشي error فبالتالي ال Waits بتضلها زي ما هي برجع بستخدمها زي ما هي تمام؟ هنا صار في عندي error في هذا ال Example إنه 1 وصفر يجيت عملت إنه حصل الضرب والجمع لقلهم طلع أنا عندي ال Output وتساوي 1 تمام؟ بعد ما نطبق ال Step Function طبيعة الحال ويفترض إنه هو 0 فبس طلع معي 1 فبالتالي ال Error أنا عندي صفر ناقص واحد بطلع منس واحد هنا بس هنا أنا في عندي adjustment لل Waits حسب المعادلة تغير بدل ما كان Point 3 و-1 صار Point 2 و-1 هو اللي تم استخدامه في ال Iteration الجديدة أو أفاً في ال Example الجديد أو ال Iteration الجديدة بهذا الشكل تمام؟ هنا ما كانش في Error تمام؟ أفاً هنا في Error إنه يفترض إنه يطلع واحد وطلع صفر فبالتالي Error واحد فهنا بدو يصير كمان مرة adjustment لل Waits بهذا الشكل لا غاية لمن إنه هنا صارت أنا عندي ال Waits إنه هي ثبتت ما صارش فيها تغير هاي محموم ال Convergence طبعاً هذا الكلام إنه أنا عندي examples الآن أنا عندي أربعة examples الآن أنا لفيت عليهم مرة مرة بس لسه في ضعي Error برجع بلف عليهم كمان مرة هذه بسميها Epic تمام وبرجع بشبه لك إياها كمان مرة إنه أنا عندي عشر مسائل الرياضيات أنا بدي أدرسك إياهم باجي بدرسك العشر مسائل الرياضيات برضو إنت ما استوعبتهم مش كلهم أو في المرة الأولى استوعبت ثلاثة وبتغلط في سبعة برجع مرة تانية بروح بدرسك إياهم كلهم المرة التانية يعني استوعبت خمسة وغلطت في خمسة المرة التالتة بدرسك إياهم بظلني أعيد لك في المنهج في العشر مسائل هدو في العشر مسائل هدو لغاية لمن أنه أنت تستوعب كل المسائل ويكون أنت عندك الأرور هنا في النهاية زي ما أنت شايف أي هذا الأرور 0 0 0 هذا الأرور أوكي فبالتالي هذه الأيبك الأولى هي نفس الأيبك 0 0 0 1 1 0 1 1 1 هنا الأيبك الثانية نفس الأيبك أنا برجع بلف عليهم كمان لفها 0 0 0 1 1 0 1 1 وهكذا هتلاقي أنه هدول هما نفسهم جاعدين بتكرروا كل الأيبك يبقى أنا في عندي مصطلح أنه الأيبك أنت بتلف على الأيبك وعند الأيبك أنه أنت بتلف على لفيت على الأيبك كلهم مرة وبدك ترجع تعيد عليهم كمان مرة وتعمل أفديت للويتس لغاية لما أنه أنت تحصل النتيجة النهائية طبعا الكلام هذا أنه تمثيله بالرسم بهذا الشكل أنه مر علينا في رسم أعتقد أنه هنا أنه هذا أنا عندي الأنت على ما أعتقد الرسمة هاي هاي الأنت أوكي الآن بقدر أنه أنا أجيب يعني كلهم كلهم يعني أصفار مع هذا أنه لما يكون أنا عندي واحد واحد الأوتبط بيكون واحد اللي هو هذه النقطة السودة فبالتالي فعليا هما فبالتالي بقدر أنا أوجد line زي هيك تمام أنه هو يفصل بين هذول النقاط وهذول النقاط اللي هو أنا بعتبر أنا عندي zeros تمام هي عبارة عن class والواحد عبارة عن class والأخر برضو أنه أنا بقدر أنه أنا أفصلهم بهذا الشكل أنا عندي هاي zero 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 عفوا أنا عندي هنا واحد واحد كله وحيد إلا إذا كانوا أنا عندي two input zeros فبالتالي output بصير zero فبالتالي هنا بصير في عندي line ممكن يفصل هذول النقاط عن هذول النقاط اللي هما الأصفار عن الوحيد أنا بحكي كاوتبط كاواي تمام لكن هنا في XOR فعليا أنا مش قادر أن أوجد line أنه هو يفصل بناتهم لو مثلا عملت زي هيك لا بصير أنه عندي هنا في المنطقة هذه أنا في عندي صفر واحد وصفر أنا بدي كله أصفار يكون يعني ما كله وحيد طب لو عملنا زي هيك هذه النقطة النقاط واحد وهنا أنا عندي 001 فبالتالي المنطقة هذه زي هيك كلها class فيها يعني هجين خليط ففعليا أنا مش قادر أوجد line قد ما حاولت أنه أنا أجرب سواء كان line هذا زي هيك زي هيك زي 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 هيك مش قادر أنه أنا أفصل بناتهم وهذا بي خليني أنه فعليا أنه البرسبترون ممكن يحل مسائل بسيطة زي ant والor تمام؟ وهو كمفهوم كتير كتير مهم أنه أنت يعني لو فهمته تفهم أساس النيورال نيتوركس كلها تمام؟ ولكن البرسبترون ما بيقدر أنه هو يحل مشكلة الاكس or فبالتالي إنه بدل ما إنه إحنا نتعامل مع برسبترون إنه إنه نيرون واحد إنه يكون أنا عندي زي هيك هي اكس واحد اكس اثنين والواي بدي يكون أنا فيه عندي هنا أكتر من نيرون وهذا يؤدي لما تخلى الملتي لاير نيرون نيتورك اللي بيكون شكلها بهذا الشكل أنا فيه عندي عدة طبقات وكل طبقة فيها أكتر من نيرون بهذا الشكل وهي أنا عندي هنا عدة طبقات وهو هيكون درسنا المحاضرة الجاية إن شاء الله أتمنى إنه تكون المفاهيم الأساسية عندك في النيورال نيتورك إنه استوعبتها بشكل جيد لأنه مهم جدا وإنه حاولت أنها بسطها قدر الإمكان حتشوف المحاضرة الجاية كيف الملتي لاير برسيبترون إنه ممكن إنه إحنا يعني مستخدموا لحل مساء العقد وللعام شكرا جزيلا ويعطيكم العافية شكرا جزيلا ويعطيكم العافية شكرا جزيلا